السلام عليكم هواينات دائما يقولولي عمر احنا ننسى نضطيق لاك على الفيديو فاسعد اذكركم باللايك وخلينا نشوف هذا الفلوك اشقد عدد لايكات نقدر نوصله اكبر عدد فجروا ام امة لايكات مشاهدة وممتعة اهيات الجنيح مال السيارة ميت بلاك اختاريته وهي القطع الثانية وهي واحدة من الاساسيات هذا الجناح وهي القطع ماتة اربعة فتركيب الجناح ابد مسهل شلنا اليمنى واليسرة سلازم نحفر هنا فيحتاج لها شغل وهوايس ابدي الشغلة مو سهلة وهلقد ما انه صعبة قررت ارجع الجناح للشركة بس بهاي الحياة ماكو ايشي صعب فباذن الله همينه قررت لا الا اسويه بامريكا وان ما تروح كوفي مجانية بتركيا ما تذكر هذا الشي شنت اشوفه فاجينا للولمارت اشترينا هذي على مود نحفر الحفر الدائرية الي بالصندوق الي هي اصعب شي بالموضوع هاي بسبع دولارات فقط لحفر الخشب هاي للخشب والحديد وكل شي بسبع طعج دولار مو البقاني دايما نشكشقني لاني موتنا على الدم رح اشتري هذا وهسا نقدر نقول وداعا للدم المجاني للبعوض حسا الدم بفلوس اذا يريدون كل عاصف خل في عكس يعمياني قلنا ليش نستعجل ونشتري مع الولمارت خلني نشوف مع الهوم ديبوت فايا اصدقائي تحطوها بالدريل وشوي زز وراها تحفر دائرة فالهوم ديبوت حقا محل عجيب اذا تريد تبني لك بيت بالمستقبل او شي شنو تتخيله من قضايا نواعم هاي اللي انت تدور عليها بالمحلات الضلسنين بدولنا احنا اهنا تيجي تسأل سؤال رأسا يطوكيا خبراء يشالون هنا اعمارهم سبعين سنة وفوق يخبلون اذكياء ويضحكونوا اياك ويبتسمون وكلش فاهمين بهاي الشغلات النواعم بس السئلة رأسا نقول لك فلان رقم بفلان مكان وهاي هذا القسم خاص بالاصباق اي صبغ بالعالم تتخيله موجود واذا صبغ انت ما تتخيله يقدرون يصنعوا لك ياه ناعدهم كل انواع الاجهزة خبط صبغ لبخ كل شي تتخيله اكو قطعة من الجناح تحتاج تثبيت باللاسق فاشتريت اقوى انواع اللاسق رح تنحط جوه ويتشوفون كل شي وهذا محل ثاني كلش عملاق مال الالكترونيات اسمه فرايز مرات لمن ما القي شي ببعض المحلات اجل هذا المحل او بيست باي مثلا فاشتريت هذا هذا بثمنتعش دولار حفرنا حفرة صغيرة اوخ حرناها اوخ بوه ويدي لالتحتر لازم دائرة ثالثة طبعا بعدين طلعكو براغي داخليه اوه يشلناها هاي واو وبت التنظيف هسه هذا شلون هشلعه تعاليكشط هسه كله مبقيت الكحول بنزين بقبس هذا همينا يجربه حتى يشيل هاي البقايا بسم الله عبالكم حنخلص هسه ها ينشيلها ما اكو شي يجي بالسهولة هسه لازم اكمل لازق هذا اللازق هسه لازم نشيل هذا ما فد يوم كان بوجهه شي صعب الاو سويته تذكرون بهذا القراجة هاي شغلات غير هذي سويناها وثمار التعب ما اليوم تعالي ارويكم يا هسه تعال شي لنوصاق هاي وبعد ما خلصت الشغل اصدقائي وبعد التعب الاسنين هذا هو الشكل النهائي للاجناح قولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله وقلوا لي شنو رأيكم بالاجناح هل هو يستاهل الـ 85 دولار فقط فقط 85 دولار سعر ابو البلاش بامريكا يعني ماكو هيتي شي وية توصيله طوني هدية حتى ويا ريحة للسيارة السؤال يقول ليش الطوني ريحة للسيارة هل هم مع بالهم سيارتي هيتي جايفة لها الدرجة بحث دازول ريحة يعني ما يدرون عن المهتم به هذي للشبح الزين الشبح مالتني هاي نظرة اخرى للجناح ما شاء الله لا قوته الا بالله طبعا هاي احسها راح تنشرع بكل سولة خلال كم يوم زين عمر ممكن تقول لنا شنو فائدة هذا الجناح الحطيته يعني فاتش يصرف كلاوات اول شي 85 دولار بامريكا مثل البلاش ثاني شي يطي شكل ولا اروع للسيارة شكل رياضي ثالثا هذا يدفع السيارة لي جوه يعني هذا مو مثل اجناح الطيارة انه يرفعها لي فوق هذا لا يخليها تلزق بلقاء اكثر يدفعها لي جوه اكثر بحيث لما تشحط ما تشحط تكموش يلقاع اكثر وها يحطوها بالسيارات الرياضية الاكثر رياضية من هذي طبعا اللي مثل هذي انواع ثانية طبعا اسعارها اقل شي 800 دولار و 900 دولار بس تكون كربون فايبر يكون لونها افضل تكون نوعيتها اقوى الى اخرى فبالنسبة لهي شي سعر وبامريكا يعني يعتبر شي بيرفكتو الحمدلله واهم شي الحمدلله لون اراهم ويا السقف اليوم يا اصدقائي عندي هو اليوم المنتظر من اول ما اشتريت السيارة اني انتظر هذا اليوم فعلى مودي يحددوا لي السعر مال المفللز ديليت لازم يشوفوها اقدر اركب فل اكزوست بس انا ما اريد انا اريد بس اشيل المفلرز اللي هي البطيخات هاي الوحدة سعرها 50 دولار ما عدا سعر التركيب مالتها او اللحيم فهاي رأسا بدأ باللحيم هس اول شي راح يشلع لي هاي الضخمة هي هاي اللي تخلي الصوت خفيف بالسيارة مع السلام هس هاي راح تنحط هنا بالنهاية راح تطلع فتشي خيالي السيارة ان شاء الله فاخيرا ان شالي الثقل وراها لما نحصير احط هاي الصوت راح يصير افضل والهورس باور هام راح يزيد عدة السيارة يعني هاي كل قوتي ومدى اقدر اشيلها كلش ثقيلة تخيلوا شون شونها الشركات الغبية ليش يحطون هذي الشغلات ما اشبه البارحة باليوم ما ادري اليوم بالبارحة شوفو سبحان الله اين شن دايما اشوف هاي بالشوارع قليل ناس يحطوها لان غالية شوية وما شن تعرف ان انا راح احطها اليوم السيارة هيش راح يكون واو حسا هذا البوري لازم اللي راح يحطلي اياه لما نسوون هذا الشي او اي شي سيارتكم اختاروا محلات زين اختاروا خوش لحيمتية شوفو شلون عوجها وصارت سبحان الله راحمة للسيارة والله حلوة هاي الاجهزة غريبة عجيبة شوفوا واو شوفوا بكل سهولة هسا دخلها حسا لازم يقطع ليها قل لي وين تريد هاي تكون بالضبط قلت له هنا ووالله صارت زينة بيرفكت اوان هيش ياردها اصلا بالضبط هسا راح يلحمها منا ورح يلحمها من نونهم فاسا اللحمة انلزقت هاي الحديد صار على الحديد لازم اكو شغل لاصحاب المحلات ما راح يقول لكم عليها هذي بقوها عدكم دايما لا تخلونا احد ياخذها هاي تقدرو انت بيعوها ترى الموضوع يحتاج له دقة طبعا وتركيز لازم تكون كلش عدلة هسا هاي خلصت وهسا لحم هاذي الحديدة الداعمة للاكزوست كلها على موضوع الاكزوست ما يتحرك او يوقع هاي الحديدة لازقة بالبودي بحيث تكمشها كلش قوي هذا كلش خبير بالمناسبة يعني هو يشتغل هاي الشغلة الى سنين ترى وهاي الشكل النهائي اصدقائي خلصنا الحمدلله هسا اللحظة الحاسمة خلينا نسمع صوتها بسم الله والله صوتها احلى الحمدلله لا يحتاج لكيبس بسم الله هذا الصوت احبه هاي صوت التقطق احبه رائعة ممتاز هذا اللح اريده صارت فتشي ما شاء الله لا قوتها الا بالله ما شاء الله لا قوتها الا بالله لكن الصوت صار جنه جنه الموستق بالمناسبة هي اصلا صوتها يتجنن فما بالكم بالتعديلات السوتها على هزا صوتها كل شي بيرفكت انتهى بعد ما اعتقد تحتاج شي تحتاج بس سمول تتشيز انا رح اصوي قريبا شنو قصة هذا التلب خطيه حطيه هنا وحطيه لأكل يمكن كان اوه خطيه تعبان كان بالشارع اوشي وحطوه لأكل وتبريد ضار كانتاية شوفوا شون يهتموا من الحيوانات هنا ماشاء الله شوفوا الانسانية او الرحمة هنا انا بامريكاش قد حلوة هذا التلب شافهو بالشارع مشرد وصخ جوي هنا بهذا المحل الكلام وولمارت محل راقي كل شيء المفروض بدول ثانية ممنوع بس هنا انا واكو شي ممنوع رأفة بالحيوانات او على مود الحيوانات او على مود البشر وجيت للهوم ديبوت انا بدي اشتري اغلى انواع الصمغ اللي رح يكون مشلفة قطعة بالسيارة تتهفهف تتحرك فهذا رح يتمشلياها ان شاء الله للابد انا عبالي هاي الشغلة ما الى حل بس بهاي الدنيا ماكو شي ما الى حل كل مشكلة الها مو حل واحد الها الف مليار حل احنا حتى هيتش اجهزة تقدر تأجر عادي اللي ااني سويته للسيارة افضل مما اشتري اكزوست كامل ب الف دولارة او ثمانمائة دولارة او اكثر حتى بهواية ومع العلم صوته ايضا اجمل وديبر اكثر واحلى والتبس تخبلها الان شنت اتمنها لما انت شوف هاي السيارات سبحان الله وما كان عندي الامكانية انه اقدر اجي بيتي سيارة خليني اسمعكم الصوت سمعوا من جديد ما شاء الله الاقوة الا باللابس هاي القطع بالسيارة اذا تشوفون يحتاج لها من هذا اللاسق اللي اشتريته عمر شلون صوت السيارة هذا هو صوتها سمعوا ما شاء الله هاي الصوت من جو ترى يعني هسه وضع الاسبورت شحطت شحطت وي سمعوا شو شحطت والله العظيم شحطت ما شاء الله هاي الصوت شحط واو من قوة السحب نكمل تجارب لعينكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تيارة بيبي تيارة هزا في تيارة هزا ارز ارز تيارة ما شاء الله ما استنقايي خبل هذا هو صوت الشبح الجديد ما شاء الله عليك يا شبح الله يحفظ لنا إياه ويحفظ لنا إله ويحفظكم إلي يا رب هذا هو الصوت الجديد حبيت أشارككم المعلومات حبيت أشارككم يعني يضطي هورس باور أكثر العلم للسيارة وهذا الأشياء ركبتها لما شاه في الفيديوهات السابقة وانتظروا الفيديوهات الجاية وانت تعلمون أكثر عن السيارات وتشوفون التعديلات الحلوة ممكن تسويها على سيارتك سمعوا أحد الشي بي صوت الطرق أهاي يعني أحب هيشي طاك 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 فأكو شي ثانية أصدقائي اسمها الريزنريتر همينة كان أقدر أشيله والصوت يصير بعد أعلى من هذا السمعتو بس أنا ما أحب الصوت يكون مبالغ بي ولا أحب يزعج الناس وهذا كلش كافي وبرفكتو بالنسبة إلي وفتيء التجمالية للسيارة همينة إذا هو هذا اللون يخبل شفتوه هذا اللون يعني يعجبني بالسيارة من ورا حس أن هاي السيارة يتي فل فتيه مو طبيعي فالحمد لله والقادم أفضل بكثير إلا هنا أصدقائي كانت بلوغنا مستمرين ونحو الأفضل مستمرين في المفاجأة القوية لكم إن شاء الله والقادم أفضل ومليار مرة كل شي أسفل الفيديو إنستجرام فيسبوك القناة الثانية القناة الثالثة مال جيمينغ وأسعد نفسك بنفسك ودمتم في أمان الله وحفظه مع السلام